بمجدم 14 ألف جنيه صندوق الإسكاني الاجتماعي يعلن عن أماكن حجز شوء الإعلان الأربعة عشر أهلا بكم أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد كشفت المهندسة مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكاني الاجتماعي عن اقتراب موعد الإعلان الأربعة عشر للإسكاني الاجتماعي مشيرة إلى أن التجديم في الإعلان لا يتطلب اشتراطات كثيرة أضافت مية عبد الحميد إلى أن مجدم الحجز من المقرر أن يكون 14 ألف جنيه للوحدة كما كان في آخر إعلان وهو الإعلان الثلاثة للإسكاني الاجتماعي ثم يتم تقصيد باج المجدم على ثلاث سنين وهي فترة إنشاء الوحدة السكنية بعدها يتم سداد دفعة الاستلاب أكدت مية عبد الحميد أن الإعلان الثلاثة للإسكاني الاجتماعي سيكون في نطاق القاهرة الكبرى حيث يشمع العدد من المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة، حضائك أكتوبر، العبور، وبدر وأوضحت أنه يتم حاليا مراجعة شروط الدعم للإسكاني الاجتماعي مؤكدا أنه تم الاتفاق على ما يقرب من 250 مليار جنيه على وحدات الإسكاني الاجتماعي لافتة إلى أن مبلغ الدعم لا يقل عن 100 مليار جنيه لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد